منتدى المرأة العالمي في ضيافة دبي الفيروس التركي واصل نهش الجسد الليبي سلاح الماضي أداة الصين لعلاج فيروس الحاضر بأمر نيمار بارشلونة في مرمى القرصنة جاموس وحقل أرز ووحلة إنه حقا سباق غريب المرأة قوة المرأة نجاح وتمكينها خطوة مهمة نحو الريادة شعارات رفعتها دولة الإمارات العربية المتحدة وهي تستضيف منتدى المرأة العالمي دبي 2020 الذي انطلقت فعلياته اليوم ويستمر حتى الغد تحت شعار قوة التأثير وفود 87 دولة تجتمع في دبي للمرة الثانية بحضور 3000 مشارك وأكثر من 100 متحدث في 60 جلسة المنتدى العالمي يسلط الضوء على القصص العالمية الناجحة كما يستعرض أيضا تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة والرائدة في مجال تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين وبينما دول تبني جسورا للتواصل نجد أخرى تحرق المراكب والمثال تركيا التي كشفت تقارير غربية انتهاكها لقرار حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا إذاعة يوريب وان الفرنسية أشارت إلى رصد سفينة تحمل اسم ميديكون سينوب وصلت إلى المياه الإقليمية الليبية برفقة فرقاطتين تابعتين لبحرية تركيا السفينة حملت أسلحة للميليشيات التي نقلها النظام التركي إلى ليبيا والتي بلغ عددها 4700 مرتزق الذين يتلقون تدريبات تحت إشراف وحدات خاصة تركية لنشر فيروس تركيا المدمر في الأراضي الليبية فيروس آخر لا يقل وطأة هو ذلك الذي تخوض الصين حربا ضروسا لمواجهته ويبدو أن بكين عادت للتاريخ لتواجه الحاضر فلمواجهة فيروس كورونا بدأت بكين باختبار علاج تقليدي يعود إلى 3000 عام على المصابين بالمرض القاتل رئيس لجنة الصحة الوطنية الصينية ذكر أن مشافي مقاطعة هوبي تستخدم حاليا مزيجا من وصفات الطب التقليدي الصيني والأدوية الغربية لعلاج المصابين الذين ارتفع عددهم إلى أكثر من 6000 وذلك مقابل أكثر من 1600 حالة وفاة جراء الفيروس فيروس الموت في الصين كان له اسم آخر في كتالونيا وهو القرصنة والتي تعرض لها الحساب الرسمي لنادي برشلونة عبر تويتر الاختراق أو القرصنة بحد ذاتها لم تكن مهمة لكن الرسالة التي ظهرت ثم اختفت بعد عملية الاختراق قد تكون هي المهمة فقد زعمت الرسالة أن اللاعب البرازيلي ونجم نادي باريس سان جيرمان حاليا نيمار قد يعود إلى برشلونة النادي الكتالوني الذي صارع لعلاج الأزمة خرج ببيان أكد فيه أنه سيجري مراجعة لأمن الإنترنت لديه مبدئا أسفه عن أي إزعاج نجم عن الاختراق لحسابه الذي يضم 351 مليون متابع ما بدأ أسفا من النادي كان أمنية لدى بعض المشجعين الذين تمنوا أن يعود تميمة الحظ البرازيلي نيمار ليكمل مثلث ميسي وسوارس فهل كانت رسالة قرصنة حقا أم كانت أمنية جاموس وحقل أرز ووحل ماذا لو قيل لك أنه عليك السباق في هذه الظروف فكم ستقطع من مسافة وفي أي توقيت الإجابة تصدى لها عامل بناء هندي يبلغ من العمر 28 عاما والذي شارك في سباق رياضي غريب لمسافة 100 متر قطعها في 9 ثوان وخمسة وخمسون جزءا من الثانية ليسجل زمنا أفضل من ذلك الذي سجله أسطورة جامايكا أوسينبولت العامل الهندي حطم خلال السباق الرقم العالمي للسباق عام 2009 والبالغ 9 ثوان وثمانية وخمسين جزءا من الثانية لكن مشاركة اللاعب الهندي لم تكن في سباق 100 متر ببطولة ألعاب القوة وإنما من خلال السباق يطلق عليه اسم كامبالا في مسار داخل حقل للأرز مغطى بالماء والوحلة حيث يتم سحب المشاركين فيه بوسطة الجموس حقا في الهند لا مكان سوى لكل جديد وغريب تابعونا دوما عبر منصاتنا الإعلامية المختلفة في أمان الله اشتركوا في القناة